الميزة هنا ان هما بيعملوا لك كل ده مجانا اكتر من تعليق حصل الفترة اللي فاتت بيتكلم على مشكلة عقد العمل انا عندي مشكلة في ان انا لقي عقد عمل يا باسم يا باسم حاول تجيب لنا عقد عمل يا باسم احنا محتاجين عقد عمل وهكذا طبعا انا مقدر جدا مدى ان الناس شايفة ان عقد العمل صعب عشان كده بدأنا الفترة اللي فاتت دي تندور على منظمات ومؤسسات تقدر تساعد في عقد العمل علشان كده لو حضرتك بتعاني من نفس المشكلة دي وعايز تهاجر لكندا انت واولادك ومش عارف تابع الفيديو ده للاخر هتلاقي حل ممتاز للمشكلة دي يا صباح الفل اهلا وسهلا بيك عزيز المتابع يا رب تكون بخير زي ما قولنا في الانترو احنا النهاردة جايين بحل ممتاز لمشكلة عقد العمل بس قبل ما نبدأ في كلامنا لو حضرتك اول مرة زورنا ياريت تلف لفة كده في القناة لاني اكيد هتلاقي حاجات حلوة جدا وهتنسبك وطبعا يشرفنا جدا ان احركتها من القناة والتابع كل اللي جاي ان شاء الله طيب في بداية الكلام كنا بنتكلم على مشكلة عقد العمل المشكلة دي بتقابل معظم الناس اللي عايزة تهاجر لكندا ومش عارفة عشان كده النهاردة هنتكلم عن مؤسسة او منظمة المنظمة دي داخل كندا ومن المنظمات الكبيرة اللي معروفة جدا داخل كندا وساعدت ناس كتير جدا 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 على الهجرة يعني عندها التجربة وعندها الخبرة المنظمة ديت هتقدر تساعدك ان انت تسافر لكندا انت وقسرتك مش بس كده دي كمان هتستقبلك في المطار وكمان هتبدأ تساعدك في ان انت تتاقلم وتتكيف مع الحياة داخل كندا بصوا الموضوع حلو جدا وشيق وهقولونكم بسرعة قبل ما نخش لايك شير سبسكرايب نصلي على الحبيب يلا بقى بسرعة نشوف الشرح ونشوف ازاي نقدم بسم الله الرحمن الرحيم زي المهابين قدامنا المنظمة اسمها تحت كده تلاقي كندا طيب المنظمة ديت طبعا البيج بتاعتها معمولة اني انجليش وفقونسي بس انا مترجمها بالعربي عشان نعرف نشرح حد كان سألني انت بترجم بالعربي ازاي انا باخد الموقع كوبي وبخش على جوجل ترانزليشن بقوله ترجم لي ويب بقوله ويب ترانزليت او بعمل ببساطة باكستينشن الترجمة على المتصفح نفسه المهم نرجع بقى لموضوعنا قبل اي حاجة بسم الله زي ما احنا شايفين كده ده الشكل للمنظمة اول حاجة هتخش هتلاقي اسمها على الشمال وبعدين المشروع لو انت صاحب مشروع او لو انت عامل تالت حاجة معلومات والاحداث وخدمات اضافية واعمال متوفرة وبيت المشاركة الكاملة يعني الوجهة بتاعت الموقع وبعدين هتلاقي تحت الهدف بتاعهم هننزل تحت نلاقي منظمة متخصصة في التوظيف الدولي بناء على تجربة تلتمائة وستين درجة على زيادة تكامل الاجتماعي وادراك العمال الاجانب مع تلبية احتياجات السوق الكندية ده الطريق اللي الشركة بتشتغل عليه وبرضو مقسمة الموضوع مشروع او عامل هننزل تحت نلاقي شكل اللي هم بيعملوها او الخطة اللي هم بيعملوها اول حاجة بدأوا ان انت اتصل بيهم تاني حاجة لقاء تالت حاجة تتكلم وهم يسمعوا رابع حاجة يعملوا خطة خامس حاجة انت بتشغلوا من انت بتديهم اه تصريح ان هم يجبو لك عرض عمل بعدين ادارة ملفات الهجرة بعدين الترحيب وتسهيل التكامل وبعدين النجاح ده بالنسبة للمشروع وبالنسبة للعامل تعالى مثلا ندوس له هنا على كلمة ووركر او عامل بسم الله نأجبنا الموقع والله يا جبعة دوسنا له هنا على كلمة عامل تعالى كده نفتح تعالى نترجم طبعا هو مديني فيديو يشرح لي فيه التعامل مع العامل عشان يخش كندا وبعدين حاطت لي هنا ميزة حلوة عامل لي قالب للسيرة الزاتية انا ام لا هنفتح القلب كده هيبدأ انزلنا قالب للسيرة الزاتية عشان اقدر ام لا وادخل عن طريقه او اقدم عن طريقه السيفي بتاعي قادل القلب بتاعهم اوه وعدد الاولاد بتاعتك والايميل والرقم التليفون اللي فيه واتساب ده مهم والادرس العنوان بتاعك والمدينة والزيب كود ومعاك رخصة ولا لأ بتاعتك بتاعت التعليم بعد ما تخلصها اللي هو الاخر حاجة وصلت لها وبعدين وبعدين ساعات العمل في الاسبوع بتاعتك واسم السوبرفايزر اللي هي الحاجات بتاعت الشغل نفسه وبعدين تاني وظيفة تالت وظيفة رابع وظيفة كمل بقى لغاية لما تخلص الوظيفة بتاعتك خالص تبدأ بقى تتكلم عن اللغة بتاعتك اهو انجليش وبعدين المستوى بتاعتك فيه اللي هو قراء اكتبات حدس وخلاص كده خلاصت السيفي بتاعك تقدر والتكامل لدين بتصميم اكاديمية الوافدين الجدد لمساعدة العمال الاجانب على الاندماج بشكل جيد في المجتمع المضيف وسوق العمل الهدف من هذا البرنامج هو عرض الخصائص الرئيسية للمجتمع الكندي من خلال تناول موضوعات مختلفة مثل الثقافة والمواسم والانظمة الصحية والتعليمية وغيرها ويهدف جوهر المحتوى الى اعداد الاشخاص لهذا التحول الكبير في الحياة بالاضافة الى ذلك نقوم بمساعدة العمال وفقا لبروتوكول ترحيب كامل ونقدم لهم دعم التكامل المهني خلال الاشهر الثلاثة الاولى بعد وصولهم لكندي يعني انت اول تلات شهور حضرتك مش بتتساهم اما عاملين ببروتوكول دولي كامل بيقدروا يقدموا لك الدعم المهني في اول تلات شهور يسمح لنا برنامج التكامل الاجتماعي المبتكر الخاص بنا بمرافقة القادمين الجدد خطوة بخطوة في انغمسهم من خلال تقديم معلومات محدثة وموثقة في جميع المجالات الاساسية التي تسمح بتنمية الشعور بالانتماء الى مجتمعهم المضيف يعني بالبلد كده هما بيفضلوا معاك اول تلات شهور وبيقدموا لك برنامج كامل البرنامج ده بيساعدك ان انت تنغمس في الشغل وتنغمس في الحياة هما كمان عاملين زي صالون ثقافة كده حضرتك بتروح تقعد فيه تتعلم الحاجات اللي بتحصل في كندا خلال اول تلات شهور الخدمات اللي بقدموها تحليل الاعمال وتقييم الاحتياجات بحس المرشح واختياره الاجراء الاداري التدريب والدعم التنظيمي برنامج الاندماج الترحيب تجديد تصريح العمل والاقامة طبعا بيدولك هنت كده عن كندا وعن كل المدن واشكال كندا اوكي طيب اول خطوة عملها او اهم خطوة انا عايز اعملها ايه هخش هنا على اعمال متوفرة وهنزل تحت دي الوظائف اللي يقدروا يستقبلوك عليها طباخ موسيقي هممكن نترجم ده على فكرة صحيح ميكانيكي مسئول صيانة لحام مشرف وجبات سريعة سائق توصيل مدرب مشرفين خدمات اغزية بصوا لغايف طب تعالى مسلا نشوف سائق بيدز ده دي اليفري عادي خالص تعالى نترجم بصوا وبدأ يقولك المسئوليات وبعدين بدأ يقولك المؤهلات اللي عايزينها فيك مطلوب منك شهادة سنوية العامة تكون اشتغلت سنتين دي اليفري تكون قادر على الترحيب بالعملة طيب انا عايزة تقدم للوظيفة دي هاجي هنا على جنب لوظيفتي عجبتني عايزة تقدم لها هدوس له هنا كده تقدم لهذه الوظيفة على الانترنت هحط له الايميل بتاعي في الاول خالص وبعدين هقوله ناكست هيبدأ يديني استمارة يقولي ام لها طيب الاستمارة دي من ضمنها استمارة ومن ضمنها زي ملف تعريفي عشان اعمل اكاونت على الصفحة عندهم فاحنا ممكن نبص كده انت ممكن تختار له من هنا السفي بتاعك وبعدين تقول له ابلود وبعدين تحطي له الاسم اللي انت عايزه وبعدين تحطي له الباسورد وتعيد له الباسورد تبدأ بقى تتكلم عن اه يعني المعنوات بتاعتك اسمك اسم العائلة الاسم الكامل لو عايز تضيفه لها في الباسبور وبعدين اللي هو الايميل بتاعك وبعدين التليفون رقم التليفون بتاعك هتقول له مثلا ده orciąfort اللي هتختار له دي اللي هو غير ثابت وتحطي له الرقم هنا اللي هو الموبايل وبعدين العنوان هتقول له مثلا هم وتحط له العنوان بتاعك المدينة او القرية اللي انت منها وبعدين تبدأ تحط له بقية العنوان يعني انت ازاي سمعت عننا هتختار له مثلا هنختار له وهنقول له هنا يوتيوب عادي خالص وبعدين هتحط له التعليم بتاعك هنا بتاعك اللي هو ايه المستوى التعليم بتاعك نوع الدبلوما هنا مثلا معايا باكرليوس وهنا معايا التجارة المستوى او المجال بتاعي باكرليوس تجارة وإدارة اعمال الاسبشيليست بتاعي إدارة اعمال مثلا انا بمشي معك خطوة خطوة علينا وهكذا طوانة سنوية هقوله هنا معايا السنوية هنا مثلا سنوي تجاري هنا مثلا تخصص محاسبة او هنا مثلا صنوي صناعي هنا مثلا تخصص تبريد وتكيف وهكذا هنا معايا الباك الباك بتاعي مثلا في مجال اي حاجة وليكن مثلا معي شدد سنوات تمريد الباك في التمريد هحط له هنا الباك وهنا التمريد وهنا تخص بتاعيه تمريد ولو في حاجة اكبر في الاسبيشيل بتاعي هقول له تمريد هنا ان جوه بقى ايه وبعدين هديله المعهد ميك اس ايكشن وي ولا نو وبعدين هقول له التواريخ بتاعتي وبعدين الشهادة بتاعتي ايه وبعدين هتكلم معاني الورك اكسبيرينس بتاعتي الخبرات بتاعتي في الشوكل اسم الشركة القرية والبلد المدينة او القرية وهنا البلد وبعدين بقى هابدأ هنا تكلم عن الـ experience بتاعتي كانت فيه هاقول لي معك شهادة هاقول له اا او لا وبعدين هاتكلم عن salary اللي انا او اللي هو الراتب بتاعي اللي انا تبط القادة وبعدين هنا هاقول له job descriptions اللي انا بعملها في بلدي الشرح بتاعي الجوب بتاعي ايه الشرح بتاعي الوظيفة بتاعتي ايه وبعدين هنزل تحت هنا بيقولك انت بتوافق ان الناس تتواصل مع الشركة عندك هتقول له we or no ماشي اوكي قول له no مسلا هنزل بقى تحت على documents بتاعتي هحط له هنا ال passport وهنا لو معايا رخص هحط له الرخصة بتاعتي وهنا الشهادة بتاعتي واخدين بالكوا جماعا الموضوع ماشي formal اوي اكنك فعلا بتقدم ورق الوظيفة هنا اي شهادات هتساعدني هحطها له هنا هحط له في CV بتاعي تحته خالص بقى هلاقي time zone هحط له time zone بتاعي انا اه في اسيا ولا في اوروبا ولا في الشرق الاوسط هختار له time zone بتاعي ممكن كمان هنزل تحت هنلاقي عرب افريقيا على فكر الموقع ده جماعة محترم جدا انا ما عرفوش وده مش اعلان بس انا بصراحة دخلت دلوقتي لقيت الموقع محترم اول عايزين نعمل live على الموقع ده اهو دخلنا في عرب افريقيا تونس جزائر وهكذا الخرطوم انزل لغات لما تلاقي البلد بتاعتك وابدأ حط له time بتاعها وقول له submit profile انت كده عملت اول خطوة اللي هي انت اشتركت في الموقع بتاعهم بعد ما اشتركت في الموقع تقدر بقى تقدم السيفي بتاعت لاي وظيفة وتقدر تقدم في اي وظيفة الميزة هنا ان هما بيعملو لك كل ده مجانا ياريب بقى كل واحد شايف الفيديو يخش يكمل ويشترك في الموقع زي ما احنا بدأنا وورينا وشرحنا كده واشترك معاه خطوة بخطوة ولو لقيت حاجة مش فاهمها ارجع تاني في الفيديو يعني اعمل stop للفيديو واشترك وارجع تاني وهكذا لغاية لما ان شاء الله تخلص تقديمك على خير بالتوفيق للجميع طبعا انا مش هوصيك ان انت قبل ما تبدأ تشتغل ان انت تكون مجاهز كل الملفات بتاعتك بصيرة بيدي اف زي ما احنا شوفنا ايه ضروري جدا ان ايه تكون معاك اقدم وبالتوفيق وصدقني الموسادة الموسادة اللي الناس كلها بتشكر فيها احنا لغاية انقلصنا شكرا سلام عليكم